تمتلك ليبيا موقعاً جغرافياً وسط شمال القارة الإفريقية، ما يجعلها بوابة ربط بين أوروبا وأفريقيا وآسيا. كما تمتلك ساحلاً يمتد على طول البحر الأبيض المتوسط يبلغ طوله 1770 كم، ما يوفر لها ثروة سمكية ومورداً اقتصادياً هاماً. ليبيا تتمتع بثروات طبيعية وإمكانات اقتصادية هائلة، حيث أنها تعد من أوائل دول حفظ البحر الأبيض المتوسط، التي اكتشف النفط والغاز بكميات كبيرة قبالة سواحلها. فيها بحيرات نفط تغذي أغلب المناطق الليبية، وهي عضو في منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط، بإنتاج ما يقدر بنحو مليون ومئتي ألف برميل يومياً، وبإحتياطي يبلغ أكثر من 48 مليار برميل، ويعد هذا رقماً عملاقاً، بالإضافة إلى امتلاك مخزون كبير من الغاز الطبيعي، والذي يقدر إنتاجه بأكثر من 20 مليار متر مكعب، وبمخزون مقدر بأكثر من 54 تريليون قدم مكعب. زد إلى ذلك، فلديها مخزون من النفط الصخري الليبي، الذي رفع احتياط البلاد من 48 مليار إلى 74 مليار برميل، ما يجعلها الأولى عربياً من حيث احتياطات النفط الصخري والخامسة عالمياً، بعد روسيا والولايات المتحدة والصين والأرجنتين. ناهيك عن موارد مائية وجوفية وساعات شمس طويلة لإنتاج الطاقة الشمسية، كما أن هناك مساحات شاسعة لم يتم مسحها ودراستها جيولوجياً. الثروات المعدنية في ليبيا لا تقتصر فقط على النفط والغاز، فالجنوب الليبي منطقة خصبة تحتوي كميات كبيرة من الذهب الخام، والتي لم يتم التنقيب عنها بشكل تام، رغم إصدار ترخيص مؤخراً لإحدى شركات التنقيب للبحث عن المعدن النفيس. أما فيما يتعلق باحتياط مخزون ليبيا من الذهب، وبحسب مجلس الذهب العالمي، الذي أصدر تقريره في شهر أغسطس الماضي حول حجم احتياطات الذهب لدى دول العالم، والذي بلغ أكثر من 34 ألف طن. فقد احتلت ليبيا المركز الرابع ضمن أكثر الدول العربية امتلاكاً لإحتياطي الذهب، بمخزون فاق 116 طن، أي ما نسبته 34 من 100 بالمئة من الاحتياط العالمي، بينما احتلت السعودية المرتبة الأولى تليها لبنان، بينما جاءت الجزائر في المرتبة الثالثة.